نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من شائعات بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي وأكد المركز الإعلامي نقلا عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه تم إدراج مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد الأساسية المضافة للمجموع موضحة أنه يتم تدريسها بواقع حصتين متتاليتين في المرحلة الابتدائية